وزارة التربية السورية الأول الثانوي الأدبي مادة اللغة العربية تم الاستعانة بنوطة الأستاذ أحمد فراش في الحل تقدمت مبادرة الضوء بصوت المتطوعة غزة جزان يغطي هذا التسجيل الوحدة الخامسة الدرس الثالث بعنوان عروبة شعر الوحدة الخامسة قضايا وطنية وقومية الدرس الثالث نص شعري غروبة شعر حافظ إبراهيم من 1872 حتى 1932 ميلادي حافظ إبراهيم ولد في مصر وعمل في المحامات ثم دخل المدرسة الحربية وتخرج فيها ضابطا تأثر حافظ إبراهيم بأحداث عصره وبيئته يوم كانت تخضع للنفوذ الإنجليزي فكان شعره زاخرا بالصدق والانفعال في أسلوب جزل الألفاظ قوي السبك لقب بشاعر النيل له ديوان شعر مطبوح مدخل إلى النص دفعت الآلام والنوائب التي حلت بأمتنا العربية الكثير من الشعراء إلى التعبير عن ألمهم وحسرتهم تجاه واقع أمتهم الأليم فرحوا يذكرون أبناء أمتهم بماضيهم المجيد وما لمصر والشام من دور تاريخي على مر العصور في الدفاع عن الأمة والحفاظ على لغتها ويدعون إلى الوحدة العربية سبيلا لتجاوز هذه المحام نبدأ مع النص البيت الأول المصر أمل ربوع الشام تنتسب هنا العلا وهناك المجد والحسب البيت الثاني ركناني للشرق لازالت ربوعهما قلب الهلال عليها خافق يجب البيت الثالث خدراني للضاد لم تهتك سطورهما ولا تحول عن مغناهما الأدب البيت الرابع أم اللغات غدات الفخر أمهما وإن سألت عن الآباء فالعرب البيت الخامس أيرغبان عن الحسن وبينهما في رائعات المعالي ذلك النسب البيت السادس ولا يمتان بالقرب وبينهما تلك القرابة لم يقطع لها سبب البيت السابع إذا ألمت بوادي النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب البيت الثامن وإن دعا في ثرى الأهرام ذو ألم أجابه في ذرى لبنان منتحب البيت التاسع لو أخلص النيل والأردن ودهما تصافحت منهما الأمواه والعشب البيت العاشر هذه يدي عن بني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب البيت الحادي عشر فما الكنانة إلا الشام عاج على ربوعها من بنيها سادة نجب البيت الثاني عشر إن يكتبوا لي ذنبا في موادتهم فإنما الفخر في الذنب الذي كتبه نهاية الأبيات شرح المفردات الخضر الستر وأجمة الأسد عاجة مالة ننتقل إلى شرح الأبيات البيت الأول أتنتسب إلى مصر أم إلى سورية ففيهما العلا والمجد والحسب والنسب البيت الثاني إنهما قطباء الأمة العربية فلا تزال أرضهما أرض العرب وقلبهما ينبض بحب الأمة العربية البيت الثالث لا يزالان عرينان للغة العربية فهما يحافظان عليها بكل أمانة والأدب يرتع فيهما البيت الرابع أصلهما واحد تجمع بينهما أمومة واحدة هي اللغة العربية وأبوة واحدة هي العروبة البيت الخامس أينصرفان عن حسن الجوار وبينهما ذلك النسب العالي والمجد المشترك البيت السادس كيف لهما ألا يتوسل القرابة بينهما وروابط القرابة بينهما وثيقة لا تشوبها شائبة البيت السابع إذا ألمت بمصر مصيبة باتت جبال دمشق تهتز حزنا على ما حل بشقيقتها البيت الثامن وإن شكى مصري الألم أجابه في ربوع لبنان أخوه الذي يشعر بحزنه وألمه البيت التاسع لو أخلص نهران نيل والأردن في حبهما لتصافحت مياههما وأعشابهما البيت العاشر إنني أمد يدي لكل أبناء الأمة العربية فصافحوني وليعم الحب والوئام كل أرجاء الأمة العربية البيت الحدي عشر نهاية شرح الأبيات ننتقل إلى مهارات الاستماع أولاً اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي يندرج النص تحت الغرض الوطني أو الإنساني أو القومي الجواب هو القومي ثانياً ما الغاية من حديث الشاعر عن سورية ومصر مانت؟ الجواب التأكيد على الروابط القومية المشتركة بين سورية ومصر ننتقل إلى مهارات القراءة أولاً برز في المقطعين الأول والثاني عدداً من مقاومات الوحدة العربية اذكر اثنين منها الجواب اللغة والتاريخ ثانياً من فهمك المقطع الثالث بما تمثلت الفكرة القومية عند الشاعر الجواب تمثلت في التضامن بين أبناء الأمة العربية والتقارب فيما بينهم والآن نبدأ بالاستيعاب والفهم والتحليل المستوى الفكري أولاً استعم بالمعجم في تعرف المعاني المختلفة للفعل ألمة وبين معناه في سياق النص الجواب ألمة بأهله أتاهم ألمة بالموضوع أحاط به ألمة بالطعام أكله وهي في النص أتى أو نزل ثانياً كون معجماً لغوياً لكل من الوحدة العرب الجواب الوحدة ركنان خدران تصافحة إلى آخره العرب الضاد العرب مصر الشام النيل لبنان إلى آخره ثالثاً استنتج الفكرة العامة للأبيات مستفيدة من المعجمين السابقين الجواب الدعوة إلى الوحدة العربية رابعاً رتبي الفكرة الرئيسية وفق ورودها في النص الدعوة إلى الوحدة العربية وأسباب تبوء مصر والشام مكانتهما الرفيعة ووحدة الآلام والمصير المشترك الجواب أولاً أسباب تبوء مصر والشام مكانتهما الرفيعة ثانياً وحدة الآلام والمصير المشترك ثالثاً الدعوة إلى الوحدة العربية خامساً ما دور مصر والشام في الحفاظ على اللغة العربية كما ورد في المقطع الأول؟ الجواب الحفاظ عليها وحمايتها من الضياق سادساً عاملان يشكلان العروة الوثقة التي تجمع الشام بمصر وضح كل منهما من فهمك البيتين الخامس والسادس الجواب البيت الخامس أيرغبان عن الحسن وبينهما في رائعات المعالي ذلك النسب البيت السادس ولا يمتان بالقربة وبينهما تلك القرابة لم يقطع لها سبب مما سبقنا استنتج العاملان هما الجوار والقرابة سابعاً من خلال فهمك النص استخرج قيماً اجتماعية تسمى بها الإنسان العربي مستعملاً طريقة التنقل في جميع الأنحاء الجواب الاعتزاز بتاريخه الاعتزاز بلغته العربية التضامن مع أبناء الأمة العربية ثامناً قال الشاعر علي الجارم ولو برد أنت لخطب مياهه لسالت بوادي النيل للنيل أدمون وازم بين هذا البيت والبيت السابع من حيث المضمون الجواب البيت السابع إذا ألمت بوادي النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب أي كلاهما يؤكد على وحدة الآلام بين سوريا ومصر علي الجارم إذا تألمت دمشق فإن مصر سوف تتألم لآلمها حافظ إبراهيم إذا ألمت بمصر مصيبة بدت جبال دمشق تهتز حزنا وألما ننتقل إلى المستوى الفني أولاً سمي المذهب الأدبي الذي ينتمي إليه النص ثم اذكر سمتين من سماته الجواب المذهب الاتباعي ومن سماته محاكاة القدماء في الوزن والقافية متانة التراكيب مثل هنا العلا وهناك المجد والحسب ثانياً بما تفسر كثرة استعمال الشاعر أسلوب الشرط الجواب ربط الأسباب بالنتائج فألم مصر ينتج عنه ألم دمشق وحزن مصر ينتج عنه حزن لبنان ثالثاً استخرج من البيت الخامس أسلوباً إنشائياً وسمي نوعه وبين الغرض الذي خرج إليه مستفيداً من معنى البيت الجواب البيت الخامس أيرغباني عن الحسن وبينهما في رائعات المعالي ذلك النصب الأسلوب الإنشائي أيرغباني عن الحسن نوعه استفهام الغرض الإنكار رابعاً هات من المقطع الثاني صورة بيانية ثم اذكر لها وظيفة نفعية وأخرى شكلية مع التوضيح الجواب تصافحت الأمواه شبه المياه بالإنسان ذكر المشبه المياه وحذف المشبه به الإنسان وأبقى على شيء من لوازمه تصافحت على سبيل الاستعارة المكنية فائدة الصورة التأكيد على الأخوة العربية وقد شرحت الصورة ووضحت مدى التقارب بين العرب في المصير والآلام خامساً استخرج من المقطع الثاني شعورين عاطفيين ومثل لأداة استعمالها الشاعر لإبراس كل منهما الجواب الحزن من خلال الألفاظ منتحب ألم الإعجاب من خلال التركيب أيرغباني عن الحسن سادساً مثل لاثنين من مصادر الموسيقى الداخلية برزا في المقطع الأول الجواب حروف الهمس السين والشين والصاد إلى آخره المحسنات اللفظية التصريع تنتسب الحسب سابعاً قطع البيت الأول من النص وسمي بحره ورويه الجواب البحر البسيط الروي الباء المضمومة التقطيع لمسر أم لربوع الشام تنتسب هنا العلا وهناك المجد والحسب لمسر أم فتحتين واو فتحتين واو متفاعل لربوع ثلاث فتحات واو فاعل عش شام تأوى النون فتح واو فتحتين واو مستفاعل تسبو ثلاث فتحات واو فاعل هنا العلا فتحتين واو فتحتين واو متفاعل وهنا ثلاثة فتحات واو فاعل كل مجد وال فتح واو فتح واو فتحتين واو مستفاعل حسب ثلاث فتحات واو فاعل أي متفاعل فاعل مستفاعل فاعل متفاعل فاعل مستفاعل ننتقل إلى المستوى الإبداعي لخص معاني الأبيات السابقة بما لا يتجاوز ستة أسطر الجواب راجع شرح الأبيات نبدأ بالتعبير الكتابي اكتب مقالة توضح فيها عامل لحظة العربية مستفيدا من معاني الأبيات السابقة الجواب ما أجمل أن يتحد العرب ولما لا لم يعلموا قول الله تعالى واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا العمران 103 فالوحدة أمل الشعوب العربية منذ القديم وهي الوسيلة الوحيدة للنصر على الأعداء وتحقيق الأهداف فالوحدة العربية كمشروع لتوحيد أبناء الأمة هي التجسيد العملي لرابطة ثقافية حضارية جماعة العربة في الماضي وباتت شرطا لاستقلالهم في الحاضر وضررة لنهضتهم في المستقبل وقل ما اجتمعت لجماعة أو أمة أو قارة عوامل تشدها إلى بعضها البعض كما اجتمعت للأمة العربية التي تكلم أبناؤها لغة واحدة هي اللغة العربية وما يرتبط بها من ثقافة وتظللهم حضارة واحدة هي الحضارة العربية التي أخذت مكانها الذي يليق بها في مقدمة الحضارات الإنسانية بالإضافة إلى مصالح مشتركة تجمع أقدار الأمة على استعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في الوحدة العربية تجتمع المباتئ والمصالح معاً فكلما نحمل من عقائد وقيم وروابط تاريخية ومشاعر إنسانية يدفعنا نحو الوحدة بعيداً عن التشرذم والتناحر والانعزال كما أن كل نظرة موضوعية إلى الوطن العربي مساحة وموقع وموارد تظهر أن قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية أمراً تفرده مصالح الوطن الكبير كما مصلحة كل قطر من أقداره حيث تتكامل عناصر الإنتاج مع شروط التنمية لأجل وطننا العربي الكبير كما لا تتكامل في أي وحدة قائمة اليوم في العالم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت أسباب قيام الوحدة العربية ومبرراتها بهذه القوة فلماذا لم تقوم الوحدة العربية حتى اليوم؟ وجواباً عن هذا السؤال لابد من التوقف أمام جملة من المعويقات الداخلية والخارجية للوحدة حيث تتلخص المعويقات الداخلية في التخلف والفساد والاستبداد والاستغلال والاحتكار والانقسامات متعددة الأشكال والمظاهر على مختلف الأصعد الاقتصادية والثقافية والسياسية كما تكمن المعويقات الخارجية في المشروع الاستعماري الذي رسخ التجزئ بين الأقطار العربية من خلال اتفاقية سايكس بيغو 1916 ميلادي كما تكمن في المشروع الصهيوني الذي يحرص كل الحرص على بقاء الوطن العربي مجزئاً إن المعويقات الخارجية للوحدة كثيراً ما كانت تغذي المعويقات الداخلية كما كانت المعويقات الداخلية بالمقابل تفسح المجال لنجاح المعويقات الخارجية في تأدية دورها ولكن ما العمل لتحقيق هذا الحلم العربي وتجاوز العوائق التي تحول دونه إن الحل يكون بنشر وعي وحدوي عربي بشدة الوسائل المتاحة لا سيما عبر وسائل الاتصال الحديثة وهنا لا بد من التركيز على أن أول مستلزمات هذا الوعي هو الابتعاد عن منطق الانقسام إن الشعب العربي هو صاحب الإرادة في قيام الوحدة وهو أيضاً صاحب القدرة على تحقيق الوحدة إذ توفرت له الوسائل والآليات والقيادات المؤهلة لتحقيق ذلك كما يجب بناء كتلة تاريخية عربية من كل القوى والفعاليات الشعبية العربية والملتزمة بالمشروع النهضوي العربي ويقاو على عاتق تلك الكتلة النضال والمقاومة من أجل الإطاحة بكل العوائق التي تحول دون قيام الوحدة العربية وخلاصة القول لن تقوم للأمة العربية قائمة إلا بوحدتها فعلى أبنائها العمل من أجل وحدتها فالوحدة تعيد للأمة العربية مجدها والآن ننتقل إلى الإعراب البيت الأول لمصر أمل ربوع الشامي تنتسب هنا العلا وهناك المجد والحسب لمصر اللام حرب جر مصر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والجار والمجرور متعلقان بالفعل تنتسب أم حرف عطف تنتسب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة والفعل ضمير مستطر وجوبا تقديره وأنت هنا اسم إشارة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية العلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة هناك اسم إشارة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية المجد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة الحسب اسم معطوف على المجد مرفوع مثله وعلامة رفعه الضم الظاهرة البيت الثاني ركناني للشرق لازالت ربعهما قلب الهلال عليها خافق يجب ركناني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الآلف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لازالت فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر ربعهما اسم لازال مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإضافة قلبه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة خافقا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة يجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو جملة لازالت ربعهما جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ ركناني جملة يجب جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ قلبه البيت الثالث خدراني للضاضي لم تهتك سطورهما ولا تحول عن مغناهما الأدب خدراني مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لم حرف جازم تهتك فعل مضارع مجزوم مبني للمجهول مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر سطورهما نائب فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة لا نافية لا عمل لها تحول فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره عن حرف جر مغناهما اسم مجرور علامة جره الكسر المقدر على الألف للتعذر هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة الأدب فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة جملة لم تهتك سطورهما جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ خدراني البيت الرابع أم اللغاتي غداد الفخر أمهما وإن سألت عن الآباء فالعرب أم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة لغاتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة غداد مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة أمهما خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإضافة إن حرف شرط جازم سألت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل العرب مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة جملة فالعرب جملة اسمية جواب شرط جازم مقترم بالفا محلها الجزم البيت الخامس أيرغباني عن الحسن وبينهما في رائعات المعالي ذلك النسب أيرغباني الهمزة حرف نداء يرغباني فا المضارع مرفوع وعلى مترفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بخبر مقدم محذوف هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة ذلك اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر واللام للبعد والكافر الخطاب النسب بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة البيت السادس ولا يمتاني بالقربة وبينهما تلك القرابة لم يقطع لها سببه لا عمل لها يمتاني فعل مدارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل تلك اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر القرابة بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة لم حرف جازم يقطع فعل مدارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة سببه نأب فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة جملة لم يقطع لها سببه جملة فعلية في محل نصب حال البيت السابع إذا ألمت بوادي النيل نازلة باتت لها راسيات الشام تضطرب إذا ذرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الذرفية الزمانية ألمت فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بداء التأنيث الساكنة بداء التأنيث حرف لمحل له من الإعراب نازلة فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة باتت فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لاتصاله بداء التأنيث الساكنة وتأنيث حرف لمحل له من الإعراب راسياته اسم بات مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة الشام مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهرة تضطرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة جملة ألمت جملة فعلية في محل جرب الإضافة جملة التطرب جملة فعلية في محل نصب خبر باته البيت الثامن وإن دعا في ثرى الأهرام ذو ألمن أجابه في ذور لبنان منتحب إن حرب شرد جازم دعا فعل ماضي مبني على فتح المقدر على الألف للتعذر ذو فعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة ألمن مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر الظاهرة أجابه فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به لبنان مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف منتحب فعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة جملة أجابه جملة فعلية جواب شرد جازم غير مقترم بالفاء لا محل لها من الإعراب البيت التاسع لو أخلص النيل والأردن ودهما تصافحا منهما الأمواه والوشب لو حرف أمتناع لامتناع أخلص فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره النيل فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة والأردن السمعطوف على النيل مرفوع مثله علامة رفعه الضم الظاهرة ودهما مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة هما ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإضافة تصافحا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث حرف لما حل له من الإعراب الأمواه فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة العشب اسم معطوف على الأمواه مرفوع مثله علامة رفعه الضم الظاهرة جملة تصافحة الأمواه جملة فعلية جواب شرط غير جازم لما حل لها من الإعراب البيت العاشر هذه يدي عن بني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب هذه الهاء للتنبيه ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يدي خبر مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على مقابل ياء المتكلم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جرب الإضافة عن حرف جر بني اسم مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم مصر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة ممنوع من الصرف وصرف للضرورة الشعرية تصافحكم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور العقلاء صافحوها فعل أمر مبني على حثف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به تصافح فعل مضارع مشزوم لأنه جواب الطلب وعلامة جزمه السكون الظاهر نفسها مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة العرب فعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة جملة تصافحكم جملة فعلية في محل نصب حال البيت الحادي عشر فما الكنانة إلا الشام عاج على ربوعها من بنيها سادة النجب فما الفاء حرف استئناف ما نافية لعمل لها الكنانة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة إلا أداة حصر الشام خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة عاج فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره من حرف جر بنيها اسم مجرور علامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفة النون للإضافة والها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة سادة فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة نجب صفة مرفوع علامة رفعها الضم الظاهرة جملة عاج سادة جملة فعلية في محل نصب حال البيت الثاني عشر إن يكتبوا لي ذنبا في موادتهم فإنما الفخر في الذنب الذي كتبوا إن حرف شر جازم يكتبوا فعل مدارع مجزوم علامة جزمه حثف النون لأنه من الأفعال الخمسة والوضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف للتفريق ذنبا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة إنما مكفوفة وكافة الفخر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جرسفة للذنب كتبوا فعل ماضي مبني على الضم للتصالح بواو الجماعة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف للتفريق جملة فإنما الفخر جملة اسمية جواب شرط جازم مقترن بالفاء محلها الجزم جملة كتبوا جملة فعلية سلة الموصول الاسمي لمحل لها من الإعراب نهاية أعراب الأبيات والآن ننتقل إلى التطبيقات المشتقات المشتق نوعه وزنه فعله المشتق خافق نوعه اسم فاعل وزنه فاعل فعله خفق المشتق نازل نوعه اسم فاعل وزنه فاعل فعله نزل ننتقل إلى الهمزة الكلمة نوع الهمزة سبب كتابتها الكلمة سألت نوع الهمزة متوسطة سبب كتابتها مفتوحة سبقت بحرف مفتوح فكتبت على الألف الكلمة الآباء نوع الهمزة متطرفة سبب كتابتها سبقت بحرف ساكن فكتبت على السطر الكلمة أخلصة أجابة نوع الهمزة قطع سبب كتابتها فعل ماضي رباعي ننتقل إلى الألف اللينة الكلمة نوع الألف سبب كتابتها الكلمة العلى نوع الألف ممدودة سبب كتابتها ثالثة أصلها واو الكلمة الحسنة القربة نوع الألف مقصورة سبب كتابتها فوق ثالثة لم تسبق بياء الكلمة دع نوع الألف ممدودة سبب كتابتها ثالثة أصلها واو الكلمة ثرة نوع الألف مقصورة سبب كتابتها ثالثة أصلها ياء ننتقل إلى التاء الكلمة نوع التاء سبب كتابتها الكلمة اللغات رائعات راسيات نوع التاء مبسوطة سبب كتابتها جمع مؤنث سالم الكلمة سألت نوع التاء مبسوطة سبب كتابتها تاء الرفع المتحركة الكلمة القرابة نازلة نوع التاء مربوطة سبب كتابتها اسم مفرد مؤنث الكلمة تصافحت نوع التاء مبسوطة سبب كتابتها تاء التأنيث الساكنة الكلمة سادة نوع التاء مربوطة سبب كتابتها جمع تكسير لم ينتهي مفرده بتاء مبسوطة ننتقل إلى قواعد اللغة إعراب أدوات الاستفهام أسلوب الاستفهام الاستفهام أسلوب في اللغة لطلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل أو للاستفسار عنه وأدواته حرفان الهمزة وهل وأسماء هل يستفهم بها عن مضمون الجملة الأسمية والفعلية المثبتة فقط ويكون جوابه في حالة الإيجاب نعم ولا في حالة النفي ولا يمكن حثفها مثال هل رأيت فيضانا؟ هل الجو صحوا؟ والجواب يكون بنعم أو لا الهمزة يستفهم بها عن مضمون الجملة الأسمية والفعلية المثبتة ويكون جوابها نعم في حالة الإثبات ولا في حالة النفي ولا يمكن حثفها مثال أتبنى السدود على الأنهار كلها؟ أأبوك حاضر؟ والجواب يكون بنعم أو لا مضمون الجملة الأسمية والفعلية المنفية ويكون جوابها بلى في حالة الإثبات ونعم أو لا في حالة النفي ولا يمكن حثفها مثال ألم يحضر التلميذ؟ إذا كان الجواب بلى فهذا يعني أننا نثبت حضور التلميذ أما إذا كان الجواب نعم أو لا فهذا يعني أننا ننفي حضور التلميذ أي أنه لم يأتي تختص الهمزة بالسؤال عن المفرد لتعيين شيء من شيئين أو أكثر باستخدام أم ويكون جوابها بتعيين شيء أو شيئين وتسمى أم المعادلة مثال أيحدث الفيضان في كل الأنهار أم في بعضها؟ الجواب إما في كل الأنهار أو في بعضها يجوز حذف الهمزة إذا اقترنت بأم المعادلة مثال يحدث الفيضان في كل الأنهار أم في بعضها؟ فائدة تستخدم الهمزة لأحد معنيين هما التصديق وفي هذه الحالة يكون جوابها بنعم أو لا مثال أتبنى السدود على الأنهار كلها؟ أأبوك حاضر التصور وفي هذه الحالة يكون الجواب بتعيين أحد المتعاطفين بعدها بأم المعادلة مثال أيحدث الفيضان في كل الأنهار أم في بعضها؟ هل تستهدم للتصديق فقط ويكون جوابها بنعم أو لا؟ مثال هل الجو صح؟ ننتقل إلى أسماء الاستفهام وهي مبنية بحسب آخرها باستثناء أي فهي اسم معرب من؟ من ذا للعاقل؟ مثال من أول ومن بنى السدود؟ ما؟ ماذا لغير العاقل؟ مثال ماذا يعني الفيضان؟ أين؟ أنا للمكان؟ مثال أين حدث الفيضان؟ متى؟ أيانا للزمان؟ مثال متى يحدث الفيضان؟ كيف للحال؟ مثال كيف حلت مشكلة الفيضانات؟ كم للعدد؟ مثال كم نصا حفظت؟ أي للمعاني السابقة جميعها وذلك بحسب ما تضاف إليه مثال أي تلميذ فاز بالمسابقة للعاقل؟ أو أي وقت فاض نهر الفرات للزمان؟ إعراب أدوات الاستفهام الهمزة هل حرف استفهام لمحل له من الإعراب؟ من؟ من ذا؟ ما؟ ماذا؟ أي تعرب في محل؟ رفع خبر مقدم إذا جاء بعدها اسم معرفة ما القصة؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم؟ القصة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضم أو نصب خبر مقدم إذا جاء بعدها فعل ناقص بحاجة إلى خبر ماذا كان الدرس؟ ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر كان أو رفع مبتدأ إذا جاء بعدها نكرة من سامع كلامي؟ فعل لازم من عاد من السفر؟ فعل متعد استوفى مفعوله من زارك؟ جار ومجرور ماذا في يدك؟ أو تعرب نصب مفعول به مقدم إذا جاء بعدها فعل متعدن لم يستوفي مفعوله ماذا قرأت؟ ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل؟ قرأ أو تعرب جرب حرف الجر إذا جاء قبلها حرف جر عما يتساءلون؟ أو تعرب جرب الإضافة إذا أضيفت سيارة من ركبت؟ سيارة مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة من؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل جرب الإضافة متى أيانا؟ في محل نصب ذرف زمان؟ ومتى نقيم العرسة؟ يسأل أيانا يوم القيامة أين أن؟ في محل نصب ذرف مكان كقول أبي ريشة أين في القدس دلوع غضة لم تلامسها ذنابي عقربي بين قوسين أن لك هذا؟ كيف؟ في محل رفع خبر مقدم إذا جاء بعدها اسم معرفة كيف الحال؟ أو نصب خبر إذا جاء بعدها فعل ناقص كيف كنت؟ وفي محل نصب حال إذا جاء بعدها فعل تام وكان الاستفهام عن هيئة الفاعل كقول الزريكلي ذحفت تذود عن الديار وما لها من قوة فعجبته كيف تذود؟ وفي محل نصب مفهول مطلق إذا جاء بعدها فعل تام والاستفهام عن هيئة الفاعل مثال قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الفيل الآية الأولى أي أي فعل فعل؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفهول مطلق؟ وفي محل نصب مفهول به الثاني إذا جاء بعدها فعل متعدن استوفى مفهوله الأول ولم يستوفي مفهوله الثاني مثال كيف وجدت السفرة؟ كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفهول به الثاني للفعل وجده؟ والآن لنبدأ بالتقويم النهائي أولا اقرأ ما يأتي ثم مملأ الجدول بالمطلوب قال إبراهيم ناجي وهل كان الهوى إلا انتظارا شتائي فيك ينتظر الربيعة؟ غدا قلت فعلمني استبارا ليتني أختصر العمر اختصارا آه من عينيك ماذا صنعت بغريب مستجير بحماها وأين هامات الربع نكست من هامة فوق منيف الروح الأدات نوعها إعرابها الأدات هل نوعها حرف إعرابها لما حل لها من الإعراب الأدات الهمزة نوعها حرف إعرابها لما حل لها من الإعراب الأدات ماذا نوعها اسم إعرابها اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفهول به مقدم للفعل سنعت الأدات أين نوعها اسم إعرابها اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية ثانيا اضبط بالشكل اسم الاستفهام أي في الأمثلة الآتية قال مسلم بن الوليد أيكم حاطة ذا جوار بعز قبل أن تحتويه من الدار الضبط أيكم قال خليل مترون تلك الذكيات في حلاها من أي نوع من الورود الضبط أي ثالثا اشرح البيت الآتي ثم عربه مفرداتا وجملا قال بشار بن برد ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه الشرح هل تجد إنسانا كامل الصفات والأخلاق لا وجود لهذا الإنسان ويكفي الرجل فخرا أن تكون لديه عيوب قليلة بالمقارنة بغيره الإعراب ومن الواو حرف استئناف من اسم استفهام مبني على السكون في محرف مبتدأ ذا اسم إشارة مبني على السكون في محر رفع خبر الذي اسم موصول مبني على السكون في محر رفع بدل من الخبر ذا تردى فعل مدارع مبني للمجهول مرفوع وعلى مترفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر سجاياه نائب فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جرب الإضافة كلها توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جرب الإضافة كفى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر المرأة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة نبلا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة أن حرف ناصب تعدى فعل مضارع مبني للمشهول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والمصدر المؤول من أن تعدى في محرف فاعل للفاعل كفى معايبه نائب فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم المقدرة على الألف للتعذر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جرب الإضافة وسكن للضرورة الشعرية جملة تردى سجاياه جملة فعلية سلة الموصول الاسمي لمحل لها من الإعراب جملة تعدى معايبه جملة فعلية سلة الموصول الحرفي لمحل لها من الإعراب نهاية الدرس الثالث من الوحدة الخامسة بعنوان عروبة شعر ونهاية التسجيل